يحكى أن رجلا قال لزوجته اتركي أمي بمكانها حتى يأتي من يأخذها ويخلصنا منها أو تموت كان هناك عرب يسكنون الصحراء طلبا للمرعى لمواشيهم ومن عادة العرب التنقل من مكان إلى مكان حسب ما يوجد العشب والماء وكان من بين هؤلاء العرب رجل له أم كبيرة في السن وهو وحيدها وهذه الأم تفقد ذاقرتها في أغلب الأوقات نظرا لكبر سنها فكان التهذيب ولدها فلا تريده يفارقها وكان تخريفها يضايق ولدها منها ومن تصرفها معه وسيقلل من قدره عند قومه هكذا كان نظره القاضر وفي أحد الأيام أراد عربه أن يرحلوا لمكان آخر فقال لزوجته إذا ذهبنا غدا اترك أمي بمكانها وترك عندها زادا وماء حتى يأتي من يأخذها ويخلصنا منها أو تموت فقالت زوجته أبشر سوف أنفذ أوامرك شد العرب الرحالة من الغد ومن بينهم هذا الرجل تركت الزوجة أم زوجها بمكانها كما أراد زوجها ولكنها فعلت أمرا عجبا لقد تركت ولدهما معها مع الزاد والماء وكان لهم طفل هو بكرهما وكان والده يحبه حبا عظيمة فإذا استراح طلبه من زوجته ليلاعبه ويداعبه صار العرب في منتصف النهار نزلوا يرتاحون وترتاح مواشيهم للأكل والمرعى حيث إنهم من طلوع الشمس وهم يسيرون جلس كل مع أسرته ومواشيه فطلب هذا الرجل ابنه كالعادة ليتسلى معه فقالت زوجته تركته مع أمك لا نريد قال لماذا وهو يصيح بها قالت لأنه سوف يرميك في الصحراء كما رميت أمك فنذلت هذه الكلمة عليه كالصاعقة فلم يرد على زوجته بكلمة واحدة لأنه رأى أنه أخطأ فيما فعل مع أمه أسرج فرصه وعاد لمكانهم مسرعا عاساه يدرك ولده وأمه قبل أن تفترسهما السباع لأن من عادة السباع والوحوش الكاسرة إذا شدت العربان الرحال عن منازلها يترك في أماكنهم بقايا أطعمة وجاء في مواشي نفقة وغيرها فتأكلها وصل الرجل إلى المكان وإذا أمه ضامة ولده إلى صدرها مخرجة رأسه ليتنفس وحولها الزئاب تدور تريد الولد لتأكله والأم ترميها بالحجارة وتقول لها ابتعدي هذا ولد ابني وعندما رأى الرجل ما يجري لأمه مع الزئاب قتل عددا منها ببندقيته وهرب الباقي حمل أمه وولده بعدما قبل رأس أمه عدة قبلات وهو يبكي ندما على فعلته وعاد بها إلى قومه فصار من بعدها بارا بأمه لا تفارق عينه عينها وصار إذا شدت العرب لمكان آخر يكون أول ما يحمل على الجمل أمه ويسير خلفها على فرسه كما زاد غلاء زوجته عنده لفعلتها الذكية والتي علمته درسا لن ينساه أبدا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر